فصل جديد من نهج التجاهل والاستغلال والاستهداف للحلقة الأضعف في المجتمع وهي شريحة النازحين نحو مليون وربع المليون نازح ما زالوا يقطنون الخيامة داخل العراق وعند الحدود المحاضية لدول الجوار ليبقى الحزن يرتسم على وجوه هؤلاء الأطفال منذ عدة سنوات والسؤال هنا كيف يمكنهم واصلة الحياة والحصول على أبسط حقوقهم كالتعليم مستقبل ضبابي بانتظار هؤلاء الأطفال لغم استنافهم الحياة بعد موت محقق لينكبوا بقدر البقاء في هذه المخيمات كذويهم في ظل تفاقم معالاتهم بسبب عدم أي دور حكومي لمساعدتهم بالتزامن مع تراجع مستوى المساعدات الإغافية التي تأثرت سلبا مع تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ولذات الأسباب الاقتصادية تعز وزارة الهجرة والمهجرين عدزها عن تقديم المساعدات الكافية للنازحين حيث تقول إن شحة مواردها المالية والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق تحول دون تقديم الدعم اللازم في حين بررت تلك أعودة النازحين إلى مناطقهم لوجود ما سمتها بالتحديات الاقتصادية والأمنية والعشائرية بالإضافة إلى البطالة وانعدام الخدمات الأساسية في مدنهم المدمرة ومن المثير للدهشة أن الوزارة تجنبت تطرق لملف 13 مدينة وقضاء تحتلها الميليشيات المدعومة إيرانياً وترفض عودة سكانها إليها كجرف الصخر والعويسات ويثرب وغيرها من مناطق محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ولينوى وجنوبي بغداد وتتحاشى مؤسسات الحكومة الخوضة في القضية التي باتت إحدى ملفات السياسية التي عادة ما تستخدم خلال الأزمات بين الكتل السياسية المتصارعة على المناصب مستغلة ملف النازحين كورقة مساومة كما لم تسلم الأموال المخصصة للنازحين وملف السلة الغذائية من السرقة والنهب الحكومي